السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدعوك يا رب أن تصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين تركتها لك يا الله ووكلت أمري كله إليك وكلتك أمري وحيرتي وشتاتي وقلة علمي وكلتك الأبواب المغلقة التي مفاتيحها بين يديك والأمور الصعبة التي تيسيرها هيّن عليك وكلتك الطرق التي لا أعلم نهايتها والمسافات التي لا أعلم حجمها فإنك خير المستودعين اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 7 نيسان إبريل طبعا القمر زي ما ذكرنا يوم أمس في مرحلة خلوم مسار هو في مرحلة الانتقال اللي رح ينتقل من الميزان للعقرب ولكن الانتقال رح يكون في ساعات الصباح يعني الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الخميس لغاية صباح يوم الجمعة القمر في الميزان ومن ثم من الصباح وما بعد القمر رح يكون في برج العقرب القمر الآن زي ما حكينا هو في برج الميزان الآن هو موجود في منزلة الزباني وهي للفساد والقطع والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 39 دقيقة من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرانيج لا ينتقل بعدها لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل موجود القمر في هاي المنزل لغاية الساعة 9 و15 دقيقة من مساء اليوم الجمعة لا ينتقل بعدها لمنزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة طبعا القمر بما أنه موجود في برج الميزان معناته من الآن ولغاية ساعات الصباح رغم أنه فترة خلوه مسار إلا أنها بتظلها هاي الفترة فترة أفضل عاطفيا لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر ومن ميل للإسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة زي ما حكينا احنا الآن في فترة خلو المسار خلو المسار مستمر لغاية الساعة ستة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينيتش طبعا هاي الفترة لغاية الصباح فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ستة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا القمر بنتقل وبصير في برج العقرب عشان هيك من ساعات الصباح بنكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة بنشعر بالانتقاد بنشعر بالغيرة حدتهم بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط وبوسعنا الاهتمام بمسائل تتعلق بشركات التأمين أو قراءة رواية بولوسية متيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت طبعا النقطة اللي بتكون تركزوا عليها من كل هذا الكلام اللي هي الأمور اللي تتعلق بالأمور الجنسية أنه يلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا هاي وحدة واثنين أنه يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة ومنشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم دول الأمرين احفظوهم لأنه رح نجيهم بالزوايا أما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عندنا زوايا البطيئة اليوم رح أذكر زاوية طبعا الزاوية هاي هي الآن بلشت تتشكل يعني تأثيراتها بتبدأ من اليوم اللي هو سبعة أربعة ولغاية واحد وعشرين أربعة وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين زحل هاي الزاوية طبعا بما أنه هذا التأثير فهذا التأثير ببلش ضعيف ولكن فعال وأيضا في فترة بيكون فيها اللي هو إحنا منسميها زاوية متصلة اللي هي ما بين تاريخ اتناش أربعة لغاية يوم سبعتاش أربعة هاي بتكون متصلة لأنه ذروتها يوم أربعتاش أربعة ولكن زي ما حكينا بتبلش تأثيراتها من سبعة أربعة لغاية واحد وعشرين أربعة بسبب هاي الزاوية وليش أنا بذكرها أولا من بداية شهر رمضان لغاية اللي هو يوم الثلاثاء مساء طلعت تقرير بالأردن ورغم أنه أنا كنت أحذر في الفترة الماضية على الأمور العاطفية والمشاكل والأمور هاي وانقطاع العلاقات والأمور النهاية اللي صدمني في الموضوع أنه سجلت الدراسة الأردنية بالصحف الأردنية أنه ثلاثمائة حال الطلاق من أول رمضان لغاية يوم الثلاثاء اللي هو صدر فيه التقرير طبعا يوم الثلاثاء مش محسوب فاحسبوا أنتوا عاد كم عدد الطلاق والانفصال بالعلاقات على مستوى العالم هاي الأردن لحالها ثلاثمائة فما بالك في غيرها هاي الزاوية الآن أشد وطأ من اللي قبلها هاي الزاوية بما أنها تربيع سلبية معناته بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة بتزيد من غيرتنا بتزيد من حب التملك بيتملكنا الاكتئاب بصير عنا نزاعات مع المحيط بشكل مرعب جدا فعشان هيك الأشخاص اللي عندهم مشاكل عاطفية هم اللي بدهم ينتبهوا من هاي الزاوية بشكل فعلي اللي هي الفترة القادمة ككل طبعا ليش أنا حكيت الأمور الجنسية لأنه رح تتبع في زوايا أخرى قادمة طبعا أما دوليا أو تأثيرها على المحيطة معنا بتدل على تراجع في المنتوج الفلاحي ومنتوج مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والصناع الحرفية بسبب الإهمال والتكاسل اللي رح يغلب على موظفي هاي القطاعات وبقل من عطائهم بعض المؤسسات المالية أو البنكية بيصير فيها نوع من أنواع الإطراب في المداخل يعني ما نعرف أنه برضو فيه فوضى على الأمور المالية بسبب سوء التدبير والتبذير وبعاني فيه معاناها رح تصير في المجال الفني من كساد أو قلة المبيعات أو الهجوم وبتقل الحفلات والصهرات بسبب من الناس أكثر للتحفظ وبزيد التزام الناس وتقيدهم بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ وهي قلنا أن تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 11 أربعة بيسود شعور عم بالويام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبرضو بتعزز العلاقة مع أحبانا وبتدل على اهتمام وسائل الإعلام والصحف والجرائد بسياسة البلاد العسكرية وتطوير مستوى الجيش وتحسين الأوضاع العسكرية ورجال الأمن كما أنها بتشهد هذه الفترة تزايد في تنقلات الجيش من مكان لآخر في نفس البلد كما بتركز الصحف على قطاع الصناعة وتحسين أوضاع العمال وقطاع الصحة في البلاد وكذلك اهتمام أكثر بميادين الرياضة وتنظيم الألعاب والمباريات والمواسم الرياضية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 17 أربعة بتدفع بحضودنا بصورة عامة وبيتقوي إرادتنا وبتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف وهذا الاتصال عادة بيجلب بعض الحظوظ والنجاح وإمكانية أنه يكون فيه دور اجتماعي مهم وبتحقق برضو الفترة هاي نوع من أنواع النجاح بالحياة المهنية والمادية وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 7 أربعة هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية نتصرف بحكمه من ثابر في أعمالنا أو مشاريعنا وهذا وقت مناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات بإلها علاقة بالمجال العقاري وبتدل على تركيز الصحافة ووسائل الإعلام على المواضيع التاريخية والتراثية والنزع المحافظة للبلاد كما بتركز عن مردودية القطاع الفلاحي وتطوير الصناعات الثقيلة والتعدين والمناجم ومؤسسات الدولة والتجارة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل أول إشي إنه قلنا إنه القمر رح يكون بالعقرب من ساعات الصباح فأول زاوية رح تبلش من ساعات الصباح اللي هي بعد الانتقال المباشرة هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون ذروتها الساعة ستة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيرها من ساعات منتصف الليل وبتستمر لغاية ساعات ما بعد العصر بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبرضو هاي بتعطينا توجه اهتمامنا للأمور الخفية والغامضة وبالمقابل هاي شوف نحن قلنا العقرب العلاقة بالجنس هاي الزاوية بتقوي الشهوانية بطريقة سلبية يعني الأمور المحرمة في الأمور الشهوانية كالاغتصاب وتحرش والأمور اللي زي هيك وبتدل على استيافة الرأي العام من تدهور أوضاع المرأة والتلوث البيئي أو عدم استقرار في أسعار بعض المنتجات الغذائية كمان شوي رح أذكر إيش اللي أنا بدي أوصله من هذا الكلام أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي طبعا تهفراتها مستمرة يعني طيلة اليوم هي ذروتها ساعة 12 و43 دقيقة بعد الظهر نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا وبتدل على حسن الأمزج عند فئات الشعب المشتغلة بقطاع الفلاحة والمناجم والمحاجر والشيوخ بالخصوص وزيادة في مردودية مؤسسات الدولة وصناعات الثقيلة وقطاع الفلاحة والمناجم واستقرار في البورصة طبعا في بعض التقلبات في أمور البورصة ولكن أنه بتظل مش بأمور فوضوية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون دروتها الساعة خمسة واثنين وخمسين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات الضحى ولغاية منتصف الليل بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طبعا هنا معناته فيه توتر يعني هاي الزاوية مصدر للتوتر خصوصا إذا كنت متعب من زيادة يعني من زيادة الضغوطات اللي موجودة عليك فهي بتوترك بزيادة اللي ممكن أنها تخليك تسبب مشاكل وبرضو احتمالية أنها تعرض لحوادث حوادث اللي علاقة بالحركة اللي علاقة بالتواصل اللي علاقة بسياقة السيارة أهم إشي أنه أنت ما رح تقدر أنك تتحكم في أفكارك وكلامك وذاكرتك بسبب هاي الزاوية فعشان هيك لا تعتمد عردات الفعل السريعة وبرضو بتدل على تصليط وسائل الإعلام الضوء على الانتهاكات اللي بتعرض أو بتتعرض إلها المرأة في المجتمع أو بتوجه انتقادات لأساليب التدريس والتعليم ووضعية المدرسين والأساتذة وتوجيه الصحافة لانتقادات لوزارة النقل بسبب تزايد نسبة حوادث السير طيب خذوا لي من هاي الزاوية اللي هي فقرة إنه إحنا منتصرف ما منتحكم لا بأفكارنا ولا بكلامنا هاي أفكارنا وكلامنا وتصرفاتنا هاي أهم نقطة لازم تركز عليها من ناحية سلبية خلينا في النهاية منجمعهم كلهم وأبعض أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس الإيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهاي رح تكون مستمرة تأثيراتها لغاية يوم تسعة أربعة طبعا اليوم ذروتها ساعة خمسة وسبعة وخمسين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش هاي زاوية بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا ركزوا على الكلام وبتجلب لنا سعادة عاطفية وفنية كبيرة وبتسمح لنا بتحقيق مشاريع مهمة بتدل على تحسن أوضاع العاملين بالصيد البحري والصناعات الطبية والصيدلة وتكرير النفط والميدان الفني وخصوصا الفن السابع ومور إلها علاقة بالموسيقى خصوصا الموسيقى الروحية اللي هي زي الموسيقى الصوفية أو الإنتاج الفني اللي برضو اللي بتعناه بالعقائد والأديان والروحانيات والعلوم النفسية برضو بالفترة هي بصر لها رواج أكثر ونجاح أكبر وبتم الإعلان عنها بهاي الفترة أو إنها موجودة حالياً والناس بتأيدها بشكل أكبر أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون ذروتها الساعة 6 و 41 دقيقة مساءً بتوقيت جرانيتش فهي زاوية بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر طبعاً تأثير هاي زاوية برضو من ساعات الظهر أو ما قبل الظهر ولغاية منتصف الليل هاي زاوية بتزيد من شجاعتنا وحماستنا شجاعتنا وحماستنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوة مهمة وبالدل على حسن الحالة النفسية للجنود ورجال الأمن والعمال في قطاع الصناعة وارتفاع مع نوياتهم وبذلهم مجهودة أكبر وبالتالي مردودية أكثر ومنلاحظ في هاي الفترة أقلة من عدد العمليات الجراحية طيب خلينا نلخص الأمور هالسما بعض نضربها بخلاط واحد أول إشي العقرب اللي هو برج العقرب وقلنا ركزه على موضوع الجنس وعنا زاوية اليوم لها علاقة بالميول أو الاستقطاب أو الرغبة أو إنه مقبولين أو عنا شعبيه اللي هي طبعا الزهرة ونبتن اللي هي بتعمل الجاذبية والقبول وعنا اللي هي الزاوية اللي لها علاقة القمر وبلوتو اللي هي لها عملية تقوية بشهوانيتنا بشكل سلبي مش بشكل إيجابي شوفوا هيك بلشت أعتقد أنها بلشت تدخل الأمور للنقطة اللي أنا بدأ وصلي لها يعني بمعنى آخر أو بمختصر خليني هيك أدخلها بالموضوع هيك أنتوا فهمتوا أنا كيف حللت الأمر الفترة هاي كثير من البنات رح يتغرر فيهم ورح يلفتوا الانتباه ورح يستدرجوا وأيضا رح يكون عندهم الجراء لأخذ تجربة بسبب المريخ زاوية القمر والمريخ وهذا الإشي رح يعطيهم يعطوا الأمان للشخص الآخر وهذا الشخص ما رح يحترم خصوصيتهم اللي هذا كثير من البنات رح يتعرضوا لأمور لها علاقة بالاعتداء الجنسي أو التحرش وأيضا هذا الشيء رح يأثر بنسبة طبعا المتزوجون اللي علاقاتهم فيها مشاكل هاي شيء لحالها ولكن هذا الشيء رح يسبب برضو ردات فعل ما بين المتزوجون لأنه ما بين عرض وطلب يعني بديش أوضحها أكثر ممكن تصير خلافات ما بينهم على الأمور الجنسية وتصل لمرحلة الفصال هذا أمر واثنين توصل لمرحلة العنف عشان هيك حاولوا قدر الإمكان تنتبهوا أنه هاي الزوايا صحيحة صغيرة ومع القمر واللي بيسمعها بيشوفها أنه ما إلها يعني هالتأثيرات والهذا لا 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 فيش إشي بانترك القمر موجود في العقرب وبلوتو إلو علاقة بالعقرب وهاي الزوايا إلها علاقة بالأمر اللي إحنا منحكي فيه فلا تستهينوا بالأمر ولا تعطوا أمان لأحد وبرضو الأشخاص اللي عندهم الغيرة والشك والأمور هاي بدهم يمسكوا عصابهم لأنه لا يصلح هذا الوقت لأي مواجهة أو فتح المواضيع دون دليل دامغ على الأمر اللي أنتوا بتكونوا تحكوا فيه فعشان هيك الوسواس والأمور هاي بتشتغل بشكل كبير بالفترة هاي وفي نفس اللحظة هذا الإشي بيشجع على أنه هاي المشاكل تزيد بالزيادة طبعا أنا حبيت أني أوضح كيف تتحلل الأمور بشكل منطقي وعقلي على حسب المعطيات الموجودة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعا من الآن ولغاية ساعة الصباح عندنا الكلا والحالب والمثان البولية الأوردة الجلد كعضل اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية أما من ساعات الصباح وحتى المساء بتصير عندنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايض لبرستاتا عظم العانة والجينات بما أنه الأعضاء التناسلية يعني بساعات ما بعد الظهر وعن المثان البولية والكلا معناته بالظل فترة حساسة على مستوى شرب الماء لازم تشربوا ماء بشكل كبير عساس أنه ما يصير عندكم أي مشاكل إلها علاقة بالالتهابات أو الأملاح زيادة الأملاح أو اللي هي الأمور اللي إلها علاقة بالصيام حاليا يعني أنه بصير كثير عند الأشخاص أنه ما بيشربوا سوائل فبصير عندهم جروح أو التهابات بالنسبة لهذا اليوم طبعا القمر ما زال بمرحل الاكتمال فعشان هيك لا يوصى بإجراء العمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية أما إذا كان مضطر الواحد بده يعملها وكان يأخذ مميعا الدم بده يبلغ الطبيب أنه هو أخذ مميعا الدم أو بده يوقف هاي المميعات لأنه في سيولة بالدم بتكون بالنسبة أعلى هذا اليوم طبعا بيبلش بمرحلة أنه مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن الجراحة أنا بقول بلاها خليها ليومين كمان لحديث ما يتناقص حجم البدر بيكون أفضل بلشنا في مرحلة أنه من ساعات اللي هي من ساعة الصباح وما بعد يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو بالتقنيات الجديدة يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه الآن صار لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج العطرب معناة خلو المسار القادم بيبدأ يوم الأحد تسعة أربعة بيبدأ في تمام ساعة تسعة وتسعة دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام ساعة اتناعش وست وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره سبعة عشر يوم في تمام ساعة خمسة وخمسة وعشرين دقيقة بعد العصر بصير خمانتاشر يوم نسبة الإضاءة بتصير سبعة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة هي الآن سعيدة بنسبة ستين في المية ورح نظل طيلة اليوم بنفس النسبة القمر في الميزان وبدو ينتقل في ساعات الصباح للعقرب ورح يظل في العقرب ليوم تسعة أربعة هو الآن منتحس بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات اللي هي منتصف الليل وما بعد بصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمسة وارمعين في المية في ساعات المساء مساء يوم الجمعة بصير يعني تقريبا نقدر نحكي سعيد بنسبة 15% عطارت في الثور حتى يوم 21 أربعة سعيد بنسبة 45% الزهرة في الثور حتى يوم 11 أربعة هو الآن سعيد بنسبة 25% في ساعات الصباح لأنها بتبلش تتشكل الزاوية اللي ذكرناها فبتنزل نسبة الساعات إلى 15% المريخ في السرطان حتى يوم 21 خمس سعيد بنسبة 43% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمس سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17 ساعد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 ساعد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 30 أربعة سعيد بنسبة 15% طبعا مديش أذكركم باللايك والشير والاشتراك والغاية الأمور هاي ما أبدأ أذكركم أنتو الحلق وذكروا وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعة الصباح بيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم ولكن بدكوا تتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الآخر يعني ما تلتزموا بشيء أنتم ما بتقدروا تنفذوه وخصوصا شركاء العاطفة أو شركاء العمل وبدكوا تضلوا يعني ضابطين أعصابكم قدر الإمكان أما في ساعات الصباح فهنا بصير القمر انتقل لبيت المال فبتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة لأنه هو على البيت الثامن رايح أهم شيء أنه لا تهملوا صحتكم الشوية الأجواء بتصبح أكثر إيجابية وبتتجاوب معاكم أكثر لأنه الاهتمام رح تصير بالأمور المالية أكثر وبتجيبلكوا بعض المكاسب بتلاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعضار ممكن اليوم يصير لك بعض الاهتمامات المنزلية أو العائلية اللي شوي تكون تطلب منك بعض الاهتمام برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح القمر رح يظل في البيت السادس فعشان هيك بتكون تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا لعمل جديد وأهم شيء أنكم ما تهملوا صحتكم لأنه في بعض العلامات الاستفهام اللي تتعلق بالأمور الصحية خلال هذا اليوم أما من ساعات الصباح فهون القمر رح يصير مقابلك تماما صحيح أنه بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن ممكن تتعقد الأمور وتطرأ بعض البلبلة اللي هي سوء تفاهم خلاف نقاش حوار شك غير شغلات زي هيك أو تتكشف لك أمور فتواجه تولع الدنيا فبدأك تحمنفسك من هذه النقطة علج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر القطيعة والدعاوة القانونية لأنه خصمك اليوم قوي والعرقي لبتستفزك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بوسعكم قضاء وقت ممتع ما أحباكم بتظل الأجواء جيدة على المستوى العاطفي ولكن ممكن يصير سوء تفاهم نقاش حوار ما بينك وبين أحد الأقناء أو أحد الأحبة ما بجوز تكبر المواضيع بدك تكون مرن وتعرف كيف تضبط أعصابك أما من ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت السادس فهو أنا بيبدأ العمل بتراكم لديكم بدكوا تنتبهوا لصحتكم تبدأ الأمور يعني الواجبات تتزامن تصعب شوي ممكن تضطر لعمل وقت إضافي بدكوا تحاذروا أيضا من بعض التقلبات الصحية اللي ممكن تصير خلال هذا اليوم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بدكوا تتجنبوا إدخال أي تغيير على مسكنكم أو شراء قطعة أثاث للبيت لأنه فتر دخلوا مسار فيه ممكن يصير فيه سوء تفاهم أو خلاف إن شاء الله أنه ما بيصير لغاية ساعات الصباح لأن الأجواء ما زالت مشحونة على مستوى العائلة والبيت أما من ساعات الصباح فهو أنا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم شيء أنك تلطف الأجواء وتعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة ولكن لا تدخل بنقاشات حادة ولا تفرض رأيك على الأحبة وبدون أي خلافات ما تخلي الخلاف يتفاقم وبرضو بدك تنتبه وما تعطي الأمان الكامل للحبيب برج الأسد بالنسبة لما ولد برج الأسد طبعاً اللي بده يتقدم لامتحان بده يستعد بشكل جيد من الآن ولغاية ساعات الصباح وما يعتمد على الحظ نهائياً وأثناء تنقلاتكم وقيادتكم للسيارة بدك تنتبهوا وتركزوا بشكل جيد ما في داعي للتسرع أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية ولكن نفسيتك شوي جاهزة إنها تستفز بأي أمر فبدك تضبط أعصابك ووسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أنت مالكت نفسك أهم شيء أنك تتجنب توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بدكوا تحذروا منها أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة من الآن ولغاية ساعات الصباح ما تبذروا أموالكم ما تتهوروا بمشتريات أو تعصبوا بسبب التزامات مالية حاولوا تلتزموا الهدوء وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أما من ساعات الصباح فهنا القمر رح ينتقل للعقرب فعشان هيك اليوم بتنشطوا في أمور الهلاقة بالسفر والتنقلات والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر نشاطاتك على حسب حق الاختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك ولكن اللي بدك تنتبه منه اللي هي الزاوية اللي ذكرناها اللي مع أطارد فعشان هيك بدك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة وأثناء حركتك عساس أنه خوفا من الأمور المفاجئة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعومكم النشاط مع هيك لا تبادروا بأي عمل جديد بل وصلوا أعمالكم الاعتيادية طبعا القمر موجود عندكم الطاقة موجودة ولكن اليوم ممكن يصير فيه يعني من الآن ولغاية ساعات الصباح تقلب بالمزاج أو الاكتئاب أو الحدية بالطباع فلا تسمح لهذا الأمر أن يسيطر عليك من ساعات الصباح وما بعد هنا التركيز رح يصير على الوضع المالي فبتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم شيء أنه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب لا تبالغوا بمصاريفكم كونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة ممكن تهتموا لأمور مالية أو أمور استشفائية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أرح يظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح فأهم شيء أنك ما تفرض ما تفقد السيطرة على أعصابك والعصبية تسيطر عليك برضو اليوم الثقة بالنفس بتظل هيك متقلب لغاية ساعات الصباح لا تخلي الاكتئاب أيضا يسيطر عليك أما من ساعات الصباح فهنا القمر بوصل لعندك هنا بتقدروا أنه يعني بتتغير صحتكم للأفضل بتستعيد حماستك بتنامك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وبتنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطه بين الأصدقاء من الآن ولغاية ساعات الصباح أهم إشي أنه ما تعتمدوا كثير على وعود تقطع لكم خلال هذا اليوم كمان بتكون تنتبهوا من الآن ولغاية ساعات الصباح من الأحلام والكوابيس وأضغاث الأحلام اللي ممكن تسيطر عليكم والأفكار السودة اللي ممكن تسيطر عليكم يعني ما تعيشوا بالوهم وما تخلوا الوهم يسيطر عليكم أما من ساعات الصباح فهنا بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد وتعتبر هاي فترة فارغة من الحظ لأنه القمر خلاص استقروا في بيت المتاعب حاولوا أنكوا تحللوا الأمور بهدوء ابتعدوا عن الأضواء لا تقرروا على شيء عشان ما تتيب أعمالكم وحاذروا من البلبلة والالتباسات برج الجديد بالنسبة لما أوليد برج الجديد طبعا بتكونوا تواصلوا عمالكم الاعتيادي وما تبادروا لعمل جديد ليش؟ لأن القمر ما زال موجود في بيت السمعة لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بدكوا تضبطوا عصابكم قدر الإمكان إنجزوا أعمالكم فقط حاولوا تخلوا علاقاتكم جيدة مع المسؤولون عنكم على حسب حق الإختصاصك يعني الزوجي تخلي علاقاتها جيدة مع زوجها مثلا أما من ساعات الصباح حون القمر راح ينتقل لبيت الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية فبإمكانكم كنتبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه اليوم ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم مش إنه ما تستسلموا بل كرروا المحاولات وممكن اليوم يتوجه لكوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا هنا اللي بده يتقدم له امتحان أو عنده مقابلة أو عنده سفر من الآن ولغاية ساعة الصباح بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض كثير ويتفقد أمتعته إذا كان على سفر وإذا عنده قيادة للسيارة في هاي الساعات ينتبه على الشوارع المفتوحة الأجواء ما زال فيها بعض الإيجابية ولكن لأنه خلوم مسار أنا عادة بعطي تنبيهات أكثر أما من ساعات الصباح فهنا القمر رح ينتقل للبيت العاشر ابتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضعوا لعدة تجارب مهمة وأهمش إنك ما تضعف ما تجازف بسمعتك حاول تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن مقدم أفضل المستطاع ممكن يكون في بعض القلق أو التوتر خلال هذا اليوم برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعاً بتكون تتجنبوا أي شراكة مالية وتتفحصوا حساباتكم المشتركة وحاولوا أن تخففوا من النفقات من الآن لغاية ساعات الصباح ممكن يكون فيه اهتمام لمسألة عائلية أهم إشي تبعدوا عن الخلافات والمشاكل والمشاحنات والمشادات الليل العلاقة بالبيت أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتنشطوا في التنقلات والاتصالات السفريات الاتصالات البعيدة أو تعامل مع الأجانب أو الامتحانات الجامعية الأهم تنتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة أو أثناء حركتكم لأن الأجواء مش مساعدة لأن بدها تركيز على مستوى الحوادث مثلا هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة بتناقش بقوة وذكاء وبتتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك أهم مش إنك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر تعتبر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة حطيتوا لايك وديسلايك وهي الأمور والله يعني يعني أنتوا حلقة أكثر من نص ساعة يعني فوالله بستاهل ولا شو رأيك أنتوا يعني إذا ما بستاهل كتبولي في التعليقات وإذا بستاهل برضو كتبولي في التعليقات واللي بدي يقول لي بارك الله فيك وأنا بقول له بارك الله فيك الله يجزيك والخير صلوا على رسول الله اللهم صلي على محمد وآل محمد هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر